طريقة عمل الكيكة بربع معلقة صغيرة من المكون السحري ده هتضمن ارتفاع شاهك للكيك وقولي وداعا لفشل وهبوط الكيك وكمان اتشاء وقات كل اللي احنا محتاجينه اول حاجة بولة وهنبدأ نجيب سكر لازم السكر يكون سكر ابيض يعني بلاش السكر بتاع التموين علشان عايزين الكيكة زي ما انتو شفت في بداية الفيديو يكون قلبها ابيض كده وجميل كل اللي احنا محتاجينه كباية واحدة بس من السكر بعد كده هنضيف عليها كباية من المية الدافية يعني ما تكونش بتغلي وما تكونش بردة وبعد كده هنضيف نص كباية كمان بعد كده زي ما احنا حابين لو حابين تضيفه دي ماشي مش حابين براحتكم هنضيف معلقتين صغيرين من عصير التنج باي طعم بتحبوه او اي عصير تاني او لو مش حابين تضيفه برضو مفيش مشكلة هنبدأ بقى نقلب المكونات دي كويس جدا لغاية ما السكر يدوب وبعد كده هننزل بنص كباية بس من الزيت اي زيت نوع عندنا يعني كريستال حلوة وحشة مرة اللي انتو عندوه زي ما انتو حابين استخدموه مفيش مشكلة وبعد كده هنبدأ نقلب المكونات السائلة بالشكل دوت ونركينها على جنب وبعد كده بقى هندخل على المكونات اللي يبسع او اللي هو الدقيق هنجيب يا جماعة اي نوع دقيق يكون استخراج 72% اللي هو اي نوع دي انا بستخدم فلاورلند كنت جايبه كده في رمضان ولسه موجود عندنا الحمد لله بعد كده هنجيب يا جماعة اي حاجة ننخل بيها ونحتاج بالزبط زي ما حضراتكم شايفين اول حاجة ننخل اول كباية بالشكل ده وبعد كده هننخل برضو تاني كباية زي ما انتو شايفين طيب احنا هنحتاج كم كباية من الدقيق الدقيق يا جماعة اللي هو الطحين هنحتاج بالزبط كبايتين ونص اتمنى من حضراتكم تصالوا على النبي وما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل علشان يوصلكم كل ما هو جديد قناة مطبخ شيكو توتا قناة متخصصة بكل ما يتعلق بالطبخ بعد ما ضفنا يا جماعة كده كبايتين ونص هنضيف معلقتين كبار من النشا ايوا نشا الضرة وبعد كده هنضيف كيس من البيكنج باودر او الكيكشيف اي حاجة متاحة عندكم في البيت وزي ما حضراتكم شايفين عايز اقولكم فيه سر مهم جدا في الفيديو بصراحة تحفة جدا وكمان هيعوضكم عن عدم وجود البيض بعد كده يا جماعة زي ما انتو شايفين هنحتاج ربع معلقة صغيرة خالص من الملح او بمعنى اصح الظرة من الملح هنفضي بقى البولك كبير بتاعتنا واول حاجة هننزل بالمكونات السائلة وبعد كده بقى هننزل بالديق ولكن هننزله كده شوية شوية في المنخل زي ما انتو شايفين كده علشان لو فيه اي تكتلات متبقاش موجودة في الكيكة وبعد كده زي ما حضراتكم شايفين هنبدأ نحن نقلب كويس كده بالمضرب اليدوي او الكغربائي او في الخلاط زي ما انتو حابين وبعد كده بقى هنبدأ نضيف المعالق السحرية والسرية بتاعتنا والاول مرة على اليوتيوب معلقة كبيرة من الخل اللي هو خل الصلاة العادي وبعد كده هنحتاج ربع معلقة صغيرة من البيكنج سودا اللي هو يا جماعة الكربوناتو زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده دي جماعة هتعوضكم كتير جدا عن وجود او عدم وجود البيض هنجيب بقى يا جماعة اصغر صينية عندنا علشان الكيكة ما تشقاش معنا وهنجيب شوية من الزيت وهنبدأ نوزع الزيت كويس جدا في الصينية وبعد كده يا جماعة هنجيب شوية من الدقيق وهنبدأ ان احنا بمعنى اصحي كده زي ما بيقولوا نبدر الصينية يعني نعمل طبقة عزلة بين الصينية وبين الدقيق بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي وطبعا اول ما نحط كده الديق هنبدأ ان احنا نحرك الصينية كده وكده علشان الديق يتوزع في الصينية كلها وكمان الكيكة بتاعتنا ما تلزعش ولو عندكم يا جماعة ورقة زبنة مفيش مشكلة تقدروا تستعملوا ساكتين دي يا جماعة صلوا على النبي ولو وصلتم معي للوقت دوت اتمنى تدوسوا لايك للفيديو لو حابين الوصفة ولو حابين كمان تشوفوني تاني دوسوا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس على الكل نركز بقى جماعة في طريقة السوى لانها اهم حاجة في الوصفة هنشغل الفرن على درجة حرارة 180 وبعد كده لمدة عشر دي وبعد كده هندخل الصينية لمدة 20 دقيقة وبعد كده يا جماعة هنشغل بقى الجزء اللي فوق بس لغاية ما ياخد الوش اللي احنا عايزينه وفي الاخر الكيكة تبقى جميلة جدا ومرتفعة وكمان هشة وطرية جدا وجوسي اتمنى من حضراتكم تقدروا مجهودنا تدوسوا لايك وصالوا على النبي كان معكم اشرف والسلام عليكم